بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نتناول في هذا المقطع الرسم اللي قدامي بيوضح لي ان انا عندي اوبجيكت معين اشان من يساوش ادي الابجيكت الابجيكت ده عندي الجريبر اللي موجود قدامي في grasping force او grabbing force بالفكين اللي موجودين قدامي واحد ادي الفك واحد وادي ايه الفك رقم اثنين ده plan view بيوضح لي هنا ان في grasping force مقدرها ايه الاف جي لو خدنا المسقط التاني اللي هو side view بيقول لي ان الماس ام ده downwards ده اللي هو ايه الماس الماس اوف ايه اوبجيكت downwards طيب بيقول لي ان الماس اللي هو تحت تأثير وزنه هايز يعمل ايه من الجذب ولدته يبقى فيه تولد هنا هكا اسمها ايه الفريكشنال force من هاتجا ايه ما بين التوجوز او الفينجرز اللي مسكين الشغل الابجيكت اللي هو موجود قدامنا طيب هنا المطلوب مني ان انا اعرف قيمة الفريكشنال force اللي تمنع المطلوب ان انا على هذا البارد ولدت فريكشنال force ما هي قيمة الفريكشنال force اللي بتوين التو فينجرز او التو جوس اللي موجودين والابجيكت اللي تمنعه من انه يعمل filling down on the floor تعال نشوف نحسب الهكاية ازاي فبيقول اللي هي consider components of mass M held in two horizontal parallel fingers دي فرصة دي فرصة الفشي اللي هي اجزاله�로، لا فهو خبش بخش بخش مقادر solution ومقدرها تؤدي إلى ومقدرها مقدره تؤدي إدعاء من أجه pause رساة لقرر لأن القرر فالفرقش سوف نسابه المقدم نحن نقرج ما هي قيمة الفريكشنال فورس اللي تمنع ان الشغلانة او الابجكتنا يعني يسقط على الارض من ال two fingers فاللي تعالى if the robot is not moving ليه not moving او moving عشان نقدر نحسب acceleration of gravity خلاص if the robot is not moving then the fingers to retain the component اللي هي الفريكشنال فورس لازم تكون اكبر من greater than ال m في g over 2 اللي هي عبارة عن mass في acceleration of gravity divided to عشان انا عندي two fingers grabbing force at each finger needing to have magnitude يبقى انا عايز احسب ال grabbing force هادي اللي انا حسب هو عبارة عن ايه انا طلعت الفريكشنال فورس بدلالة ال m و g فها عوض ان انا عندي احنا قلنا ان ال grabbing force ال f g بتساوي ال m الميو في الفريكشنال فورس فها عوض بقى في المعادلة يقول لي ال f g بتساوي ال m في g divided 2 في ميو مضروبا في الفاكتور الفريكشنال فورس لان انا لازم بقول لي الفريكشنال فورس تكون اكبر من ال m في g على ال 2 بكده نطلع قيمة الفريكشنال فورس بيقول لي ال m اللي هي المس و g اللي هي ال acceleration duty gravity اللي هي بالميتر بير second square الفريكشنال فورس اللي هي n ال grabbing force بالنيوتن n ال coefficient friction وبعدين الفاكتور of safety اللي هو f s كده نكون وصلنا لنا هذا المقطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته